وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الكتاب للمسلمين هدًا ورحمًا وبُشْرًا وَلِكُلِّ شَيْءٍ تِبْيَانًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوْتِ بِالْمَكَارِمِ وَالْآدَابِ عِرْفَانًا وَصِيَانًا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَحَامِلِ الْكُرْآنِ إِذْمَانًا وَكِيَانًا وبعد فهذا هو الدرس الثالث من دروس النجوم الحسان على كتاب التبيان قال الإمام النووي رحمه الله الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته قال الله عز وجل إن الذين يكلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانيةً يرجون يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور معنى تجارة لن تبور أي تجارة لن تهلك تجارة لن تفسد وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال وقلنا عفان لأن هنا عفان من العفة من العفاف فهو ممنوع من الصرف بالزيادة الألف والنون ولو كان عفان من العفان لما منعناه من الصرف لقلنا عفان فإذا الصحابي عثمان بن عفان وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن اتفق العلماء على أن جامع البخاري الجامع الصحيح صحيح البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله أن المراد بهذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه أن المراد به أن نتعلم القرآن وتعليمه صاحبه من خيار المؤمنين وقال سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي راوي هذا الحديث عن عثمان بن عفان قال أبو عبد الرحمن وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا يعني بسبب هذا الحديث جلست أقرئ القرآن للناس فهو أقرأ القرآن في مسجد الكوفة للأعظم أكثر من أربعين سنة وأبو عبد الرحمن السلمي مقرئ الكوفة هو الإمام العلم عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي من أولاد الصحابة ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين الذين قرأوا القرآن على الصحابة أو أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم وسيدنا عاصم بن أبي النجود أو عاصم بن بهدله الذي هو شيف حفص وشعبة رضوان الله عليهم هو ممن قرأ على سيدنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن يتتع فيه وهو عليه شاق كله أجران رواه البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما فإذن البخاري ومسلم تلميذه كلاهما روايا هذا الحديث في صحيحيهما أي في صحيح البخاري وصحيح مسلم رضي الله عنهما فإذن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به يقرأه بمهارة مع السفرة الكرام البررة السفرة الكرام البررة يعني هؤلاء الكتبة الملائكة الكتبة البررة جمع بار بالشدة جمع بار وهو المطيع يتتعتع أن يشتد ويشق عليه فإذن هذا الذي قال الإمام الهرري في الحاشية الأولى هذا الحديث ليس معناه أنه يغير الحروف إنما معناه يخرج الحروف كماهي ولكن بمشقه هذا له أجران أما الذي يجعل السين ثاء ليس له إلا الذنب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود معناه أي إنسان يعمل عملا ولا يوافق ما أنزل عليه إن كان قراءة قرآن أو صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك إن كان لا يطبقه على الشريعة بموجب الشريعة بما يوافق الشريعة فهذا فهو مردود بعض الناس يظنون أن الحديث معناه أن الذي يقرأ وهو يغير الحروف يؤجر يعني له ثواب هؤلاء حرفوا الحديث إنما معناه معنى هذا الحديث يعني الذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق قل له أجران فإنما معناه الذي يتلو القرآن تلاوة صحيحة بمشقة وليس معناه يكسر الذي يعرف أن تغيير القراءة شرعا حرام ومع هذا اعتقد أن له أجر فقد كذب الدين انتهى حول سيدنا الشيخ الهراري في الحاشية الأولى في الصحيفة الواحدة الإحدى والخمسين ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال سيدنا أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس منسوب إلى الأشعر جد القبيلة صحابي جليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحمض له ليس لها ريح وطعمها مر رواه البخاري ومسلم فإذن الرسول عليه الصلاة والسلام يمثل يشبه المؤمن يشبه المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة هذه الأترجة فاكهة معروفة ويقال لها ترنجة ويقال لها الأترنجة كما ورد في حديث آخر فإذن المؤمن الذي يقرأ القرآن مثله مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب حلو في الحاشية الثانية سقطت كلمة حلو سقطت كلمة طيب يعني هناك رواية وطعمها حلو بدل طيب حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحمضلة ليس لها ريح وطعمها مر رواه البخاري ومسلم وهناك رواية فيها أن يقول الرسول المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمر طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحمض له طعمها مر أو خبيث وريحها مر هذه في رواية البخاري رضي الله عنه في الحاجية الأولى قال الحافظ ابن حجر في الفتح يعني ابن حجر العسقلاني في الفتح يعني في فتح الباري شرح البخاري قيل خص صفة الإيمان بالطعم وصفة التلاوة بالريح لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه ثم قيل الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة لأنه يتداوى بقشرها يعني يتداوى بقشر الأترجة وهو مفرح بالخاصية يعني لما الإنسان يرى هذه الفاكهة ويشم رائحتها ويأكلها يشعر بالفرحة في صدره ويستخرج من حبها دهن له منافع يعني سائل هو يسمى دهنا لأن الزيت في اللغة العربية يطلق من حيث العموم على زيت الزيتون غيره من السوائل مثلا اللوز دهن اللوز دهن الخردل وهكذا فإذن يستخرج من حبها من هذه الأترجة من حبها دهن له منافع هذا البزر ما يسمى البزر وقيل إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج الأترج مكتوب هو صحيح الأترج فاصلحوها الأترج بضم الجين فإذن وقيل إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج وهناك روايات أن فلانا من الصالحين كان يدرس بعض الجن ومرة لم يأتوا فقالوا عندك أترج فنحن لا ندخل بيتا فيه أترج فناسب أن يمثل به القرآن أن يمثل القرآن بالأترجة الذي لا تقربه الشياطين وغلاف حبه أبيض كما سنرى فيناسب قلب المؤمن وفي هذه الأترجة أيضا من المزايا كبر جرمها كبر حجمها وحسن منظرها وتفريح لونها أصفر ناقع يعني يسر الناظرين وتفريح لونها ولين ملبسها وفي أكلها مع الالتذاذ مع الالتذاذ طيب نكهة وطعم ودباغ معدة وجودة هضم ولها منافع أخرى مذكورة في المفردات قوله دباغ معدة ورد روى أحمد وغيره وقال الهيثمي هذا في مجمع الزوائد أن هذه الرواية رجالها ثقات عن علي رضي الله عنه أنه قال كل الرمان بشحمه فإنه دباغ للمعدة فذكروا معنى دباغ للمعدة فإن الدباغ في الأصل ما يصلح به الجلد ويزيل رطوبته ونتنه حتى يصلح للاستعمال العادي ويكون هذا الدباغ يعني بإزالة ما على الجلد من نتا من لحم وغير ذلك ويكون بأوراق بعض الشجر وقشره أحيانا وبالملح وغيره وبالمواد أخرى ومعنى دباغ الرمان للمعدة يعني أنه يصلحها فإذا لما ذكروا قول علي رضي الله عنه كل الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة أراد أنه يطهر المعدة كما أن الدباغ طهور الأديم الجلد إن شاء الله نرى هذا هذا الحديث في اللغة العربية ثم ترجمته في الإنجليزية ثم هذا الجدوال يبين أن المؤمن الذي يقرأ كالأترجة يقرأ القرآن مثله مثل الأترجة فإذا في الجدوال عندنا طعم طيب وريح طيب المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة فإذا الطعم موجود طيب طعم حلو طيب لكن لا ريحة للتمرة والمنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة لها ريح طيب لكن طعمها مر والمنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحمضلة ليس لها ريح ليس لها ريح أو ريحها خبيث وطعمها مر وطعمها خبيث مر وهذا هذه الصور للتمر التمر يعني والأترجة وللحمضل وللريحان يسمى في الإنجليزية date أتروج وأسماء أخرى كوروسين وبيزل فهذه هي فواكه أو هذه هي المواد التي ذكرت في الحديث الشريف قال المؤلف رحمه الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين يرفع ويخفض يرفع بهذا الكتاب القرآن أقواما ويضع به ويخفض بهذا الكتاب القرآن آخرين رواه مسلم فإذا يرفعوا أقواما عملوا بهذا القرآن ونفذوا أحكامه وصدقوا أخباره وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهية ووقفوا عند حدوده وحكموه في كل شأن من شؤونهم فالله يرفعهم هؤلاء بهذا القرآن والله يضع آخرين في إعراضهم عن القرآن ومخالفتهم لأحكام القرآن وعدم تصديقهم لأخباره يرفع به أقواما وإن كانوا ليس لهم نسب مثلا فمن الأعاجم الله رفع بلالا الحبشي بهذا القرآن ورفع صهيبا الرومي أما أبو لهب وأبو جهل وإن كانوا من قريش نسبهم شريف وإن كان نسبهم شريفا لكن الله وضعهم خفضهم يعني جعلهم في الحضيد لأنهم لم يعملوا بالقرآن وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال الصحابي أبو أمامة الباهلي اسمه صبي بن عجلان منسوب إلى باهلة قبيلة معروفة فإذن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يعني أصحاب القرآن الذين قرأوا القرآن وعملوا بمحكمه وعملوا بآياته بموجة بآياته هؤلاء يشفع لهم القرآن يوم القيامة يشهد لهم حتى لا يدخلوا النار ويتعذبوا وعن ابن عمر رضي الله عنهما يعني عن عبد الله ابن عمر رضي الله عن عبد الله وعن أبيه عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا فثنتين والحسد هنا معناه الغبطة لأن الحسد تمني زوال النعمة عن غيره أما الغبطة فهي تمني مثل هذه النعمة من غير تمني زوالها والحسد حرام أما الغبطة في الخير محمودة محبوبة فإذن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فثنتين أي لا غبطة محمودة يتأكد الاهتمام بها إلا فثنتين ماذا قال عليه السلام لا حسد إلا فثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار آناء الليل يعني ساعاته وآناء النهار كذلك آناء النهار ساعات النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار رواه البخاري فآناء مثل الآلاء ونأتي إن شاء الله الآن إلى الحاشية السادسة في الصحيفة الثالثة والخمسين قال الإمام الهراري رضي الله عنه إن من معاصي القلب الحسد وهو من الكبائر في بعض صوره لا مطلقة يعني لا نقول الحسد من الكبائر في كل الأحوال قال الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد أي أستجير بالله من شر الحاسد يعني أطلب جوار الله يعني أطلب حماية الله أي أستجير بالله من شر الحاسد إذا أظهر حسده فالحاسد لا يؤثر حسده إلا إذا أظهره أما إذا لم يظهر الحسد فلا يتأذى به إلا الحاسد لاغتمامه بنعمة غيره هو يرى النعمة على غيره فيغتم يحزن أن غيره عليه هذه النعمة فإن لم يتكلم بحسده مثلا فهو يؤذيه يؤذي الحاسد لا غيره لا المحسود والحسد هو أن يكره الشخص النعمة التي أنعم الله بها على المسلم دينية كانت أو دنيوية وتمني زوالها واستثقالها له يجد في قلبه ثقلا أو ثقلا أن هذا المسلم له هذه النعمة الدنيوية الأولاد والصحة وغير ذلك أو الدينية أنه يحفظ القرآن وأنه يفهم الفقه وهكذا فيستثقل هذه النعمة ويريد أن تزول عن هذا المسلم والعياذ بالله وإنما يكون الحسد معصية إذا لم يكره يعني إذا لم يكره أي إذا لم يستشعر بكراهية ذلك مخالفة لنفسه ومحله أيضا إن عمل بمقتضى فإذا إذا لم يكره هذا الحسد وعمل بمقتضى هذا الشعور الحسد عمل بمقتضى هذا الحسد عند ذلك يكون معصية قال بعض السلف لا يعصي إلا إذا عمل بمقتضاه ومثال العمل بمقتضاه أن يذهب للناس ويقول لا تعاملوه حتى لا يزيد ماله وأما مجرد تمني زوال النعمة الدنيوية عن المسلم دون العمل بمقتضاه فليس حسدا محرما فالحسد الذي هو حرام هو تمني زوال النعمة عن المسلم مع السعي لذلك مع السعي لإزالة هذه النعمة عن المسلم كيف؟ بالقول كما ذكرنا مثلا قبل أنه يقول لا تعاملوا هذا المسلم أو بالفعل بالبدن يتحرك بدنه لإزالة هذه النعمة أما إذا لم يقترن به ذلك فقد شعور في القلب ولكن ما تحرك ما عمل بمقتضاه أما إذا لم يقترن به ذلك فليس فيه المعصية وهذا وقال القاضي عياد في إكمال المعلم بفوائد مسلم يعني في شرح صحيح مسلم وهذا ذكره في شرح الحديث لا حسد إلا فتنتين المذكور في الأصل يعني في المتن فوق قال القاضي عياد معناه لا حسد محمود أو ممدوح إلا هذا أو لا حسد محمود أو ممدوح إلا هذا ليه؟ لأنه حسد على فعل الخير والحسد على ثلاثة أضر محرم مذموم ومباح ومحمود مرغب فيه فالأول تمني زوال يعني الذي هو محرم ومذموم تمني زوال النعمة المحسودة من صاحبها وانتقالها إلى الحاسد يعني تمني عفوا تمني زوال النعمة المحسودة من صاحبها وتمني انتقالها وانتقالها إلى الحاسد وهذا هو حقيقة الحسد وهو مذموم شرع وعرف وأما الوجهان الآخران أو الآخران يعني ذكر ثلاثة أمور محرم مذموم ومباح ومحمود مرغب فيه المباح والمحمود المرغب فيه وأما الوجهان الآخران أو الآخران فهو الغبط وهو أن يتمنى ما يراه من خير بأحد أن يكون له مثله أي من غير أن يتمنى من غير سلب للنعمة عن صاحبها الآن فإن كان هذا الغبط من أمور الدنيا المباحة كان تمني ذلك مباحة وإن كانت مكتوب هي الصحيح وإن كان من أمور الطاعات كان محمودا مرغبا فيه فهذا انتهى انتهت الحاشية السادسة للإمام الهراري وعلي ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذكرناه فنرجعه إلى الحديث الذي بعده وروينا وفي نسخة رويناه وروينا أيضا من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ لا حسد إلا فثنتين يعني لا غبطة لا غبطة إلا فثنتين رجل آتاه الله مالا فصلطه على هلكته في الحق يعني أنفقه على من يستحق هذا المال فإذا أنفقه فيما يوافق الشرع في الحق ورجل آتاه الله حكمة كالعلم والقرآن والحديث فهو يقضي بها ويعلمها فإذا هاتان نعمتان يغبط البرء عليهما وهذه الغبطة كما قلنا في الأمور المحمودة محمودة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول النبي يقول لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف رواه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي وقال حديث حسن صحيح فإذن الترمذي منسوب إلى ترمذ وهي بلدة قديمة على طرف نهر بلخ ويقال له جيحون يعني نهر جيحون وبعضهم يقول ترمذي بكسر التاء والميم وبعضهم يضمها وبعضهم يفتح التاء يعني ترمذي وبعضهم يفتح التاء يقول ترمذي فهناك أوجه كما ذكرنا وهذا الحديث حسن صحيح فإذن كلما راع الإنسان شروط القراءة كان ثوابه أكبر إذا مثلا قرأ القرآن متوجها إلى القبلة على طهارة بخشوع تدبر فهذا يزيد ثوابه على الذي يقرأ القرآن دون هذه الأمور والله سبحانه وتعالى أعلم إلى هنا نقف اللهم اجعلنا ممن يقرأ الكرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيزل ويشقى اللهم اجعل الكرآن العظيم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صجورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين